ثلاث دقيق بس وهتعمل فيديوهات صبورة بيضة احترافي من غير رسم ومن غير تصميم ومجانة اغلب الناس فاكره ان فيديوهات الصبورة البيضة محتاجة مصمم موشن جرافيك وقت ومجهود كبير وعشان كده بيستبعدوا النوع ده من المحتوى من الاساس مع انه قو جدا في توصيل المعلومة ممكن تكون بتقول دلوقتي انا مش بعرف ارسم الادوات دي اكيد مدفوعة جربت حاجات قبل كده وكانت معقدة عشان كده هعلمك ازاي تعمل الفيديوهات دي باستخدام ادوات مجانية من غير اي خبرة هعملها خطوة خطوة قداما فلو عندك فكرة عندك انفو جرافيك عندك محتوى تعليم وعايز تحول الفيديوهات الصبورة البيضة جاهز قهوتك ويلا بينا نبدأ اول خطوة هنعملها هنستخدم موديل نانو بانانا برو وانا هستخدمه من موقع لوفارد موقع لوفارد بيديك صلاحية ان انت تستخدم نانو بانانا برو مجانة لمدة سنة الصورة الواحدة اعتقد بتستهلك معاك 12 فلو عايز تستفيد اكتر من موقع لوفارد اعمل اكتر من حساب هنيجي هنا في المستطيل ده وهنكتب البرومت ده كن بعمل انفو جرافيك باسلوب الصبورة البيضة عن الاهرامات المصرية باللغة العربية بابعاد 16 لتسعة تقدر طبعا تكتب اي تفاصيل تانية انت عايزها واختار موديل نانو بانانا برو وضغط على ارسال هيبدأ دلوقتي يعمل لي التصميم بالشكل ده عمل لي هنا الصورة بالشكل ده مجسم للهرام من بره ومن جوه بشكل توضيحي وممتاز جدا نقدر نتحكم في الصورة لو احنا عايزين نتحكم فيها زي مثلا لو انا حابب اخلي الخلفية بيضة بس قدر اجي هنا اضغط على الصورة واجي في المستطيل ده واكتب الامر ده اجي على الخلفية بيضاء تماما عايز تعمل اي تعديل زي انك تلون اي حاجة في الصورة او تغير الالوان او الكتابة نقدر نعمله بنفس الطريقة بعد كده هضغط على ارسال هيبدأ يعمل الصورة بالشكل ده بالفعل هنا عمل الصورة بتاعتي وعدل عليها وخلى الخلفية بيضة زي ما احنا شايفين اجابتك الصورة هتضغط عليها وبعد كده تضغط على دوم اللود عشان نبدأ الخطوة اللي بعد كده بعد ما تعمل الصورة هتروح على موقع اسمه سبيد باينت وهنضغط على لوج ان او ساين اوب لو انت عايز تسجل حساب ممكن تسجل حساب باستخدام جوجل او اي ايميل تاني هضغط على لوج ان وز جوجل بعد ما نسجل حساب هيظهر معنا الصفحة دي هنضغط هنا على السهم ده وهنحمل الصورة بتاعتنا بعد ما حمل الصورة هروح هنا على الشمال عشان اضبط الاعتادات اول حاجة هنا الفريم هنخليه 60 فريم زي ما هو وهنا الاسكتشينج ديوريشن هنزودها لاخر نخليها 30 والكالورفيل ديوريشن هنزودها لاخر والجودة هنخليها HD بعد كده هنروح على الهند ستايل ونختار الايد المناسبة اختار اي ايد انت عايزها انا اختار الايد دي ودي هنسيبها زي ما هي ودي خاصة انت عاوز الصورة بتاعتك تظهر ازاي اما هتسيبها auto وده اللي احنا هنعمله او ان انت بتحدد له ان انت عايز مثلا ان النص هو اللي يظهر الاول او يتكتب الاول او ان انت تخلي النص في الاخر انا هسيبها auto وبعد كده هضغط على animade عمل هنا الفيديو بالشكل الاحترافي ده بصراحة نتيجة كانت جميلة جدا وتعاملت بشكل منظم وشكل احترافي جدا ولكن الفيديو هنقصه حاجة مهمة جدا وهو ان يكون فيه تعليق صوتي يشرح التفاصيل اللي عليه دي تعالوا نشوف ممكن نعمل ده اسا اول حاجة هنروح نحامل الفيديو اللي احنا عملناه عن طريق الضغط على download وبعد كده هنروح لموقع chat gpt وهاجي هنا هضغط على علامة الزائد دي واضغط على add photo and files وهضيف الصورة بتاعتي واضغط على open وهاجي هنا هكتب لي chat gpt وهقول له كن بعمل تعليق صوتي بالعربية الفصحة لهذا ال infographic مدته 50 ثانية وبعد كده هضغط على ارسال بالفعل هنا هعمل لي تعليق صوتي بالشكل ده هاجي هنا هحدد الكلام اللي اتعمل وهضغط عليك ليه كيمين كوبي وهنروح نعمل التعليق الصوتي باستخدام موقع google ai studio هدخل على موقع google ai studio واللي هيقدر يعمله الصوت بشكل مجاني تماما وهضغط على turn text into audio وهاجي هنا اختار single speaker audio وهضغط على gemini 2.5 pro وهختار الفلاش وهاجي هنا اختار الصوت المناسب انا مثلا هختار caron وهاجي هنا في المستطيل ده اضغط click main paste علشان اضيف النص بتاعي وبعد كده اضغط على run هيظهر عند الصوت هنا الاهرامات المصرية من اعظم الانجازات المعمارية في تاريخ البشرية لو عجبك الصوت هتضغط على التالت نقط دول وتقدر تعمل download لو ما عجبكش ممكن تعدل على الكلام او انك تغير الصوت باي صوت تاني انت عايز ودلوقت جات الخطوة الاخيرة اللي محتاجين فيها نجمع الفيديو بتاعنا مع الصوت بتاعنا ودي هنعملها باستخدام برنامج cup cut لعمل المونتاج وممكن تستخدم اي برنامج تاني انت عايزة هنضغط على import ونسحب الملفات بتاعتنا الفيديو والصوت بعد ما هضيف اللي اتنين هاجي هنا اسحب ملف الفيديو وبعد كده هسحب ملف الصوت وهضيفه هنا بالشكل ده قبلت من المشكلة هنا ان ملف الصوت كان اكبر بكتير من ملف الفيديو الموضوع سهل جدا بالنسبة لي ان انا ممكن اخلي السرعة بتاعت الفيديو اقل ودي بعملها ازاي هضغط على الفيديو ونروح فوق هنا على speed وهقلل السرعة حاجة بسيطة لحد ما تكون في نفس المستوى تعالوا كده نشغل بصراحة نتجة كويسة جدا بعد ما بخلص ده بعمل export الفيديو بروح اضغط على export عشان اعمل اخراج للفيديو وقدر انشوره بعد كده على اي منصة هضغط على export وهكتب هنا اسم الفيديو واختار الجودة 4K واختار frame rate ممكن نخليها 60 frame ونضغط على export وبكده اصبح الفيديو جاهز معنا لنشو لو الطريقة دي فديتك وعاوز تتعلم اكتر عن انشاء المحتوى اعمل لايك واحفظ الفيديو واشترك في القناة عشان تتعلم اكتر ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد سلام